سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة برنامج المرأة المسلمة اللي بيعبر عن واقع حياة المرأة المسلمة في كل مكان أيضاً بيعبر وبيفتح الباب ليكي أنك تعرفي أن هناك إله يحبك يريد أن يقدم ليكي الرحمة والشفاء والمعونة والحياة الأبدية اسمه يسوع المسيح النهاردة بصلي رحمة من إله السلام على كل إمرأة بتتعرض للعنف والإهانة الجسدية والنفسية وهي بلا سند ولا حماية حتى وهي فسط أهلها وبصلي تبكيت من روح الله وردعه لقلوب أماتتها الخطيئة والشر ومجتمع بيسيطر عليه روح إله الشر النهاردة يعني بداية الحلقة الحقيقة أنا متألمة جداً حبتدلكوا الحلقة بفيديو زهر النهاردة من مدينة الإسماعيلية في مصر ملوش علاقة مباشرة بموضوع حلقة النهاردة لكن هو نتيجة لنفس الفكر وروح الشر والعمل روحي والإنساني اللي بيعيشوا المجتمع الإسلامي في كل مكان خلينا نشوف الفيديو ده الأول وبعدين أشرح لكم إلي إنتوا بتشوفوه قدامكم في عروسة بتتضرب من العريس يوم الفرحة هذه العريس بيدرب أهو ومعرفش الست دي بقى بتضربها ولا بتزقها كي؟ بيشيلها ويهبدها جول عربية كأنها مش بني قدنا بصوا بقى رجالة اللي واقفيني حاجزه والبنات الصغيرة اللي بتتفرج صوت مش واضح لكن هو من ضمن الكلام بيقولهم أنا حموتها على فكرة الكلام ده كان قبل ما يروحوا الفرحة العروسة بتتضرب من العريس علشان كلمت أخته بصوت عالي قبل ما يروحوا الفرحة بوكسات وركل بالأقدام يعني شلاليت بالمصري تقع يشيلها زي العروسة القماش ويرميها في العربية ولك إنها بني قدمة والرجال اللي واقفين يحجزوا عليه واتنين واقفين جنب بعض تحس إن هما دول يعني البادي جاردز بتوعه وهو بيدرب الست فين أهلها؟ مين من الستات اللي واقفين دول كانوا صحابها؟ أو من أهلها؟ أو من أهل الشارع؟ فين رجالة مصر؟ فين أهل الدين؟ فين الأخلاق؟ وفين شيخ الأزهر وذيول الأزهر المدافعين عن كرامة الشيخ الطيب؟ بس بحب أطمنكم جميعا يعني إنه لم يكسر لها ضلع بس كسر نفسها وكرمتها وقتل فرحتها وضيع كل أحلامها في الحياة هذا لا ينتج إلا من قلوب دمرها الشيطان بقيادة الأزهر وشيخه وتلاميذه وأعوانه وعبدالله رشدي اللي طلع علينا النهار ده يعمل تويتا كده الصبحية يعني يروأ نفسه فيها ويقول للرجالة ما تلبسوش سلاسل وما تلبسوش مش عارف إيه هذا ريكسون من عمل الشيطان فواحد قال له طب إيه رأيك عروسة الإسماعيلية اللي اتضربت مفيش رد هيرد يقول إيه بس مادام لم يكسر لها ضلع فيجوز مين السبب في اللي إحنا بنشوفه على الملأ الآن؟ بنشكر ربنا إنه دلوقتي الميديا بتخلينا نشوف كل حاجة التليفون اللي في إيد الناس بيكشف كل الفضايح بس ده يعني إيه يقولوا حاجة كده يعني لحسة من الموضوع كله أنا ممكن أحطي لكم عدة فيديوهات حطناها قبل كده من دول إسلامية مختلفة زي ده بالزبط ولكنه كمان أكثر سوادا زي الراجل اللي كان ميدال دل مراته من البالكونة ده شباك كانت شباك في السعودية وبعدين رماها دلدل هو هي بتصوت وتحاول تمسك فيه ورماها واللي كان بيدرب مراته في باب العمارة اللي كان أكشولي كانت طلقته ما كانتش مراته بيدربها علشان مش عارفة هتاخد العيال ولا بيديها العيال ولا لا ما تفهمش بيدربها وخلاص بيدربها زي ما يكون بيدرب في حيوان ما يعني ما بيتحركش واللي كان بيجري ورا امراته وشفناها وعملت حلقة عليها وطعنها بالسكينة في وسط الناس لما قتلها ويقولهم أنا امراتي وأنا حر فيها وأنا حر فيها قيمة المرأة وكبرياء الرجل المسلم قيمة المرأة المسلمة أو غير المسلمة ما سنبتجوزوا على يعني من ناحيتين تحذير لكل امرأة لا تعلم إنها ستكون تحت سيطرة رجل يقوده إله الإسلام كبرياء الرجل المسلم المتعلم التي تخافونا نشوزهن ما هو دي إيه بقى يعنى انتو لسه حتخافوا انهم ينشزوا ده مش معناهم ان هما نشزوا على فكرة او ان هما لم يطيعوا ده معناها برضه يعني يالزم تحت كده انه في تحذير هه اوريك العينة الحامرة بقت دلوقتي اللاتي تخافونا نشوزهن اعجنوهم ليه؟ لأن إله الإسلام بيقول لأن للرجال عليهم درجة ودول بقى هؤلاء هم القوامون على النساء اللي بيفضلهم إله الإسلام بعضهم على بعض فضلهم على الستات يا ترى الستة دي هتكون حياتها شكلها إيه؟ ولا هتعيش قد إيه؟ ليه الراجل ده ما تسجنش؟ حتى ولو هي ما بلغتش عنه حتى ولو هي ما رحتش الاسم وقالت أنا عايزة يتحبس حتى لو هي تنزدت عن حقها ده فيه فيديو علني بواحد بيعنف امرأة في الشارع حتى ولو كانت مراته هي مش ملكك يا بني آدم أي واحد فيكو بيحط إيده على مراته ولا بنته ولا أخته دي مش ملكك التزم الأخلاق والإنسانية تعلموا الإنسانية عشان تعيشوا محترمين أنت اللي مش محترم بتعلمها الاحترام بدرب الإيد والبوكسات والكدمات علشان تحمي نفسك من غبائك ما عندكش منطق وما عندكش إنسانية تتعامل فيها بيها إنسان مع إنسان الدارب عديم المنطق كبي بيدافع عن نفسه بالعنف الدارب ده على فكرة كان قابل الفرح وبعدين بقى بعدها راحوا الاسم واستلحوا برضو حسب الآية يعني إذا خفتي النشوز من الراجل فالجناح عليكم يعني إنكم تعودوا تستلحوا استلحوا بقى خلصوا راحوا الاسم استلحوا وطلوا على الفرح بقى على طول البنت دي كانت قاعدة إزاي في الفرح أهلها كانوا بيفكروا في إيه اللي دفعوه في الفرح بنتهم تتطلق ليلة الفرح هيتقلق إيه عليها صمعتها لما تتشال البنت دي في كفن هتحسوا بإيه فين العقل من اللي احنا بنشوفه النهاردة لكن هي دي نتيجة تعاليم شيطانية الكتاب المقدس بيقول كده إنه بيقول في رسالة بوتروس بيقول لهم كده أيها الرجال كونوا ساكنين مع الإناء النسائي حسب الفطنة والإناء النسائي دي يعني إيه الإنسان إذا كان إناء نسائي أو إناء رجالي اللي اتنين إذا كان ذكر أو أنسى اللي اتنين آنية لروح الله اللي فينا عشان نحدش يفكر بطريقة غلط ويفهمها صح انت وأنا آنية لروح الله الساكن فينا فبيقول له لو أنت روح الله فيك هتبقى عارف إنك تعيش حسب الفطنة تعطي مراتك كرامة لأنها وارثة معك ورثة إيه؟ ورثة بنوية المسيح ورثة الملكوت ورثة المواهب ورثة محبة الله عندها كل ما أعطاك الله مساوي ليك فتديها كرامة لأنها وارثة معك حتى واسمعوا دي بقى يا كل من لا يعرف الله الحقيقي سواء كنت مسلم ولا مسيحي وبتسمعني النهاردة الكتاب بيقول لك عامل مراتك بالفطنة وعملها بكرامة وبمحبة وكون مسل المسيح في حياتها ليه؟ حتى لا تعاق صلواتك أمام الله لأن الله لا يرضى عن من يمس أولاده وبناته بالسوق ربنا يرحمنا بصلي من أجل البنت دي ومن أجل عيلتها إنها تكون في أمان في اسم يسوع وإن الله يبكت هذا الزوج وإنه يصلح الأمر ويحميها من كل شر ويحمي بنات المسلمين لأن الحقيقة المرة دي الدعوة أيوة يحمي بنات المسلمين لأنكم أنتوا اللي عايشين في وسط هذه الإهانة حلقة النهاردة هليني أرجع بقى الموضوع حلقة النهاردة وأستجمع أفكاري لأن الحقيقة يعني حزينة جدا على اللي بنشوفه كل يوم ده حلقة النهاردة هتكون بعنوان الإصدراء حرية رأي أم جريمة حرية التعبير وحرية الرأي وحرية اختيار الدين وحرية ممارسة الشعائر الدينية كل عبارة من دول لها معاني وتطبيقات كثيرة مختلفة بنسمعها كثير حتة الزرياء الأديان دي يعني من العبارات اللي بيدخل فيها كل ما قلت تطبيق حرية التعبير ليه طرق كثيرة مختلفة في يعني النوع ده من الحريات موجود ومكتوب ومقيد في دستير الدول في العالم كل هي أيضا موجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتكلم على حرية التعبير حرية اختيار الدين المساواة الكلام ده كل ده موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي كل الدول العربية موقعة لها بس في علامنا الإسلامي ده حبر على ورقة حاجة مكتوبة ولكنها غير مكفولة أو مضمونة إحنا عندنا يقول إيه القانون يكفل للمواطن حق كذا القانون يكفل للطفل حق كذا للمرأة حق كذا لكن أين يكفل دي كلمة يكفل حرية التعبير مكتوبة عندنا زي عادي الإمام كده وانا اسمي مكتوب آه اسمي مكتوب هو مكتوب بس مش مكفول محدش بيدفع عنه محدش بيقول للإنسان لا انت من حقك انك تعبر بالطريقة دي مفيش مشكلة ده حقك القانوني هو مكتوب لكن العكس اللي بيحصل غير مضمون للمواطن ليه بقى لأنه بيقبلوا شيء مقيت اسمه قانون اصدراء الأديان بيدخل فيه التطاول أيضا على الذات الإلهية وعبارة التعدي على ما هو معروف من الدين بالضرورة أو كبيرة بقى التطاول على الرسول سب الرسول التطاول على الرسول دي حاجة كبيرة شفنا مظاهرات كتيرة وحكاوي كتيرة لسه هنتكلم فيها تقريبا 40% من الدول الإسلامية عندهم قانون اصدراء الأديان ده الإحصائية دي تعاملتي ممكن في 2016 ولا حاجة زي كده تقريبا يعني 40% وبتتروح العقوبات في هذه القوانين من الغرامة 500 جنيه إعدام على من يسدار الدين سواء كان موجود في القانون أو مثلا موجود حسب الشريعة ففي إيران مثلا الناس بتتقيتل لأنها تكلمت ضد الدين أو خرجت عن ما هو معلوم من من أصول الدين بالضرورة دي عادي يعني افتح النت وشوف الناس بتموت إزاي وبتتعلق إزاي في المشانق في المدينة العامة باكستان بقى عقوبة اصدراء الأديان فيها الإعدام في عندنا ثلاثة اتجاهات في حلقة النهاردة أنا يعني أحب أنهم يكونوا موجودين في أزهاننا وإحنا بنناقش الموضوع ده موضوع النهاردة الاتجاه الأول هو الإنسان وحرياته ومسئولياته لأن الإنسان هو العامل الأساسي والعامل المشترك في الموضوع اصدراء الأديان ده حد بيفكر بيكلم بيعبر فيعاقب أو لا يعاقب مش كده فعندنا الاتجاه الأول الإنسان حريته مسئوليته الاتجاه التاني القانون والدين وأهدفهم الاتجاه الأخير بقى اللي هو يتحقق فيه إن إحنا نشوف ده يليق أو لا يليق هو الله الأمر متصل بالدين لكن هل هو متصل بالله هل قانون اصدراء الأديان قانون وضع ليدافع عن الله ولا بيدافع عن الإنسان ولا بيدافع عن إيه الشاطر يقولي نتكلم الأول من ناحية الإنسان المكون الأساسي للمجتمع هو الإنسان في مجتمع يوجد بلا إنسان ما يبقاش اسمه مجتمع يبقاش اسمه فضاء يبقاش اسمه جنينة حيوانات يبقاش اسمه غابة أي حاجة لكن الإنسان هو المجتمع المكون الأساسي للمجتمع والإنسان كائن مفكر تعلمناها الفرق بيني وبالحيوان إن أنا عندي عقل وبفكر به بس أعمل إيه بقى في التفكير أبدع أتأمل فأتكلم الإنسان كائن مفكر مبدع يفكر يتأمل فيتكلم فيبدع الكلام والتعبير عن فكري كز من إنسانيتي وإنسانيتك أنت بتتكلم ليه عشان تعبر عن إيه عن فكرك في فكرة بتدور في رأسك فبتروح معبر عنها هذه الفكرة يتبنيك يتهدمك يتبني اللي قدامك يتهدمه ده ليه مكان واللي قدامك من حقه يتلقى ومن حقه يفكر ومن حقه يناقش وهنا يحصل نمو يعني دي حاجات ألف به يا جماعة يعني ألف به مش محتاجة فلسفة الحضرات القديمة اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها بكل فخر بنها مين المفكرين الفلسفة الباحثين المبدعين الفنانين اللي هما برضو كانوا الدراع اللي بيبني المباني وبيفكر وبي يعني يخترع الهندسة والطرق اللي بنوا بيها هذه الحضرات في حضرات يعني المركز الأساسي فيها الفلسفة زي حضرات الأغريق مثلا الفكر الفكر ينتج كل ده سواء كان اللي بتعمله بإيدك أو اللي بتقوله ببقك أو اللي بتكتبه إبداعك أنت إنسان تستطيع الإنتاج أنت إنسان مبدع لكن نبدع بالحرية اللي منحها لنا الله والحرية دي هي الجزء أساسي من تكوين لو كنت مش حر إنك تتكلم فإنت لن تستطيع إنك تبدع أو تطلع بفكرة ما طلعتش قبل كده لو كل الأفكار اللي بتطلع من بقنا هي تكرار زي على هي العادة يعني على ما هي العادة في مجتمعاتنا إحنا نتلقى ونحفظ في المدرسة ونروح نسمع للأستاذ فناخد الدرجة لا المجتمعات المتحدرة ما بتعملش كده الأستاذ بيدي لك فكرة ويقول لك قل لي الفكرة دي حصلت ليه قل لي الأمر ده يتحل إزاي فتقعد أنت تتفكر وتطلع بفكرة جديدة ممكن ما يكونش حد أبدا سبقك لها الحرية في التفكير والإبداع جزء أساسي من تكوين الإنسان الزرن إحنا لازم نقعد نقول الكلام ده علشان الناس تفتكر إنهم بني قدمين حرية التعبير ندكى عن التفكير وإلا كنا عيشنا في عالم الحيوان ونتحرك بالغريزة بالعقل لو نوزعت حرية التعبير من الإنسان وحرية الإرادة أيضا هيحصل إيه؟ هيحصل إيه؟ لو معبرتش لإنك خايف هيحصل إيه؟ هل في دوابط لمسألة حرية التعبير؟ إنهم عارفين في الغرب مثلا الدستير الغربية معظمها الأساسيات فيها هي حق الإنسان في التعبير عن نفسه حريةه في الاختيار الفيرست أمينمنت اللي هي النقطة الأولى في الدستور الأمريكاني هي عن حرية التعبير وحرية الاختيار للإنسان كل إنسان مكفون ليه حرية التعبير وحرية الاختيار free speech ده بينتج مسئولية مش هرجلة حرية التعبير لا تعني إنك تتعدى على غيرك بس لما بتتعلم ما بتعملش كده ولكن لو تعديت على غيرك في الكلام أو في فكرة جرحت غيرك أنت برضو مكفون ليك حلية التعبير مش تتحسب عليها يعني مثلا اللي حصل في موضوع الفيلم اللي طلع عن محمد قامت الدنيا وما قعدتش ورحوا حرقوا السفارة وقتلوا في ليبيا السفارة الأمريكية وقتلوا مش عارفة أربع أشخاص أمريكيان ولا إيه ما لهم دول وما للهيصل عشان حد عمل فيلم على محمد واحد عبر كده انت شايف غير كده عيش حياتك انت مش حيسجنه اللي عبر لكن انت القاتل وانت المعتدي انت اللي هتتسجن المسيح الناس بتعمل عنه بيكتبوا عليه حاجات وممكن يتقال عليه برضو كلام بتشوفونا بنجري نقولكوا عيب ما يصحش كده ولا ما تعملوش كده أنا هارف عليك قضية عبر زي ما انت عايز تعبر لكن حتى من خلال هذا التعبير الله برضو ممكن يلمسك الله هو المسؤول يدافع عن نفسه مش انا وانت لكن انتوا بقيتوا حراس على عقول الناس على فكر الناس على حرية الناس مفيش حاجة اسمها حرية رأي ما تتحكوش علينا في ضوابط لكن هذه ضوابط لا تأتي بقمع الحرية ولكن باتتاحت الفرصة للانسان ان يختار ان يكون افضل الشعراء والفلاسفة والمبدعين الناس حققوا ده في حياتهم فاثروا التاريخ بفكر يحض مجتمعاتهم على فحص الامور والذات وتقدم المجتمع يعني ايه يعني الشعراء والمفكرين والفلاسفة فكروا في حاجات تنمي الانسان هو ينمي فكره هو الاول بيفكر فيستنتج انه انسان النهاردة كنت بسمع واحد شيخ بيقولك العالم الفرنسيوي بتاعهم ده اللي بيقولك انا افكر اذا انا موجود يعني ايه انا افكر وانت موجود ما طبيعي انك موجود يعني انت لازم لازم تقول انا افكر ولا انا اشك اذا انا موجود هو اعتقد ايه انا اشك اذا انا موجود لكن يعني انت لازم ما انت موجودة هو قدامي بس انت ممكن تبقى موجود قدامي وما لكش لازمة لكن تبقى موجود قدامي وبتفكر فتنتج شيء بيقولك انه التفكير ده هو اللي بيخليك انسان لك قيمة في المجتمع قيمتك ايه بقى بالزائد ولا بالناقص صفر ولا الى ما لا حدود لانك اثريت مجتمعك لانه الامر فيه فحص للذات و ينتج شيء للمجتمع يفكر فيه لكن المجتمعات اللي بتعيش بالنقل بيلغي العقل ويسمى الفكر اصدراء والتعبير خروج عن ما هو معلوم من الدين بالضرورة الحلقة الجاية الحلقة هعملها لكم عن ما هو المعلوم من الدين بالضرورة واجع دماغ اي حد تقول حاجة مش عجبا يقولك لا هذا هو الخروج عن ما هو المعلوم بالدين بالضرورة ارفع دي حاج مع ان الحكاية كلها فكرة 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 قدمت فاظهرت خطأ او تحدد كذبة او قبح او منظور جديد مش متعودين عليه يعني مش تازم مش تازم حتى يكون اللي بيتقال ده حاجة تجرى حد لكنت مش متعود عليه فيقولك لا دي بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار وجعته دماغنا وخربته يعني عقول الناس والحضارة العربية اللي امامنا النهاردة عايشة حالة خراب وتشتيت ولا اخلاق لانهم مش فاهمين هما ماشيين وراء ايه يمشي كده تقوله ده معلوم من الدين بالضرورة يمشي كده تقوله لا ده مش عارف ايه عايزاكم تسمعوا معايا الاسماء اللي هقولها لكو دي بعد الحلقة تقدروا تروحوا كده تبحثوا وراء اسم اسم الاسماء دي اسماء بتسمعوها كتير على التلفزيون نصر حامد ابو زيد عادل امام فرج فودة الاستاذ سيد القمني اللي انا الحياة بعزي اهله وبناته في وفاته وربنا يصبر قلوبكم على اللي بيحصل فيكم الراجل لا يستحق انه يتعمل فيه او يتقال عليه او انه تؤذى علته بهذا الشكل لانه فكر حطوا ده وعلامات استفهام وخطوط عريضة تحت سيد القمني وكل وكل اللي قلتهم دول بيتقال عليهم نفس الكلام ومن اتى وقته وانتقل كان برضو اتقال عليه زي ما اتقال على سيد القمني من الاسماء التانية ماركو جيرجس اسم بيتردد كتير ازيس القمني لانها يقال انها اتسجنت يقال انا ما عنديش دليل على ده احمد عبدو ماهر حكم بخمس سنين سجن لسه الحكم لم يتحقق اسلام البحيري طه حسين صادق جلال علي عبد الرازق عبد المتعال السعيدي علاء حامد حلمي سالم دي تشكيلة من الشخصيات مفكرين اشخاص عاديين ممثلين وايضا المفاجأة شيوخ شيوخ مسلمين كتبوا كتب تعارض اشياء او تأتي باشياء جديدة وحكمه اتحكم عليهم لانهم فكروا في اتجاه جديد يا اما اتحكموا يا اما قتلوا من هؤلاء من قتل او اتطهدوا لانهم فكروا وابدعوا وسألوا وعرضوا ما هو معروف من الدين بالضرورة كتبة كبيرة دي الحلقة الجاية هتعرفوا قد ايه يا كتبة كبيرة فهل نحن في حرب مع الدين ام القيم ام القانون ام الانسان الجزء ده كان عن الانسان الناس بتفكر بتطلع بجديد بتطلع باللي يخالف اللي انت مصدقه فيترفع عليهم قضية باسم الدين وباسم اصدراء الدين مين اللي تقاذى الرسول اللي عفن في القبر ولا هابا الالاء اللي ما يعرفش يدفع عن نفسه فحطت فيتوات يدفع عنه ولا انت مشعرك اللي تقاذت لو مشعرك تقاذت عالج نفسك كبر نفسك انت مش واسق من دينك عايز تسجد الناس علشان بيقولوا الحق او فكرة انت ما كنتش فكرت فيها قبل كده حسابكوا تفكروا في الحتة دي شوي السؤال مطروح خاصة للشيوخ الازهر اللي منفخين علينا بالحرب على كل من يفكر ويتكلم خلينا نشوف القانون والدين في مصر قانون اصدراء الاديان خلينا نسمع كده قانون اصدراء الاديان في مصر شكله ايه؟ من جريدة اخبار اليوم مقال كان مكتوب عن انه ازاي لا السورة دي لسه شوي في اخبار اليوم كان في مقال مكتوب عن ازاي انه قانون اصدراء الاديان ده عامل يعني معكر صفاء البلد وبيستخدم بطريقة مفتوحة ووسعة وملهاج حدود وايضا غير قانوني فبيقول كده بتنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على انه بيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تجاوز 5 سنوات او بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه لكل من استغل الدين في الترويج او التحيز بالقول او بالكتابة باي وسيلة اخرى لا افكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او التحقير او اصدراء احد الاديان السماوية او الطواقف المنتمية اليها او الضرر بالوحدة الوطنية او بالسلم الاجتماعي كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على انه مع العدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات بغرامة لا تقل 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 كل ما نشوش على اقامة شعائر ملة او دين او احتفال او اذا القنابل اللي بيرموها في الكنيس دي مثلا يعني افتقرت كده انتم بتشويشوا برضو بكده احيانا يعني او احتفال او رموز او اشياء اخرى لها حرمة عند ابناء ملة او فريق من الناس فاذا كان الغرب ارتكاب ذلك هو احداث فتنة او تهديد او زعزعة الوحدة الوطنية تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات مع عدم الاخلال بقية عقوبة اشد انا بس عايز اسأل سؤال انا عايز اعرف انتم بتعرفوا ازاي حتة انه انه استغل الدين في الترويج او التحيز باقوال او بكتابة او باي وسيلة اخرى لأفكار متطرفة بقدر اثارة الفتنة زي مثلا افتقرت وانا بقرأ الحتة دي انه لما مثلا الشيوخ بتتكلم عن زواج المسلم بمسيحية وانه مش مفروض انه يحبها وانه ما يدخل ما يسلمش عليها ليه لانه انت متقدرش تحب اهل الكتاب متقدر تحبهم ازاي لا توليهم بس تتجوزها تستغلها اه ما فيهاش تحيز دي ما فيهاش كلام على يعني ده انت عندك قواعد في الدين بتتكلم في القرآن اما بيتكلم على اليهود والنصارى ويقول على دول خنزير ويقول على دول على دول الضالين والمغضوب عليهم القرآن مليان شتايم للناس اللي ما امنوش به طب انا مش مأمنة بيك يا اخي تشتمني ليه انا انسانة طب مش يمكن اقامن بعدين لكن هذه العداوة لحماية الدين ما هو اذا ما حماش الدين هنا انت مش بتحمي الانسان انت بتحاول حماية الدين ومحدش يقول لي انهم اصلهم حبسوا حد ولا مش عارف ايه اعتدى على الدين المسيحي لو عندك 500 حالة اصدراء اديان هتلاقيها كلها اصدراء الدين الاسلامي يمكن واحد بس حطوه عشان يعني يعني بس ايه رفع عتب ومصر يقول كده عشان حدش يعتب علينا ان احنا ما اخدناش خطوة مع انكم بتشتمونا وانتو بتصلوا المغضوب عليهم والضلين وانت عارف ان المغضوب عليهم دول المسيحيين وانتو بتدعو بس للمسلمين وانتو كفار وتدعو على الكفار وتدعو على الكفار طب ما انت يعني 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 انا عايز افهم قانون اصدراء الاديان ده الم يعتبر ان في حد مثلا بوزي لا ديني لو حد اعتد على البوزي اللي عندك ولا اليهودي اللي عندك لا تتعامل مع الموضوع لانه اصدراء اديان ولكن هي المسألة حماية الدين الاسلامي والدين الاسلامي فقط يا جماعة بيقول كده الكاتب كاتب المقال بيقول في الاخر بيقول منتع البساطة وفق المادتين دول يمكن تقديم اي شخص للمحاكمة عنده حق بمقتدى دول لانه لمجرد انه نشر مقال او صورة او رسومات او باي وسيلة اخرى من وسائل النشر او اي كلام عن دين من الاديان السماوية او شعائره وكأن هذا الكلام يحمل رأي مخالف او وجهة نظر مغيرة لما هو مستقرة عليه اي حد 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 ياخد مقال مثلا عجبه عن تفسير جديد او اعتراض على صورة النساء مثلا نشر المقال على الفيسبوك بتاعه هيحصل له ايه اصدراء اديان على طول يعني ايه تفسير جديد انت انت مش عاجبك كلام ربنا وانت كمان هت هت تفتري على ربنا مفيش عقل ولكن هذا القانون وضع لحماية الدين الاسلامي والاسلامي فقط خليني خليني اسألكم هل تحمي حقوق الانسان انت هنا بتحمي حقوق الانسان ام الدين الفكرة الدينية ام الاله الكلام ده مش جديد فين المنبع بقى في التاريخ الاسلامي للكلام ده انتو مطلعتوش بحاجة جديدة للأسف انه هؤلاء مكررين بيكرروا التاريخ عيد من الأول بعيد الشريط من الأول المثل الذي يحتزى به في اصول الدين جاي من عند محمد على طول ومن عند برضو اله الاسلام برضو الخروج عن المعلوم من الدين بالضرورة هو الازدراء من منظور الدين الاسلامي فكرت برة انت مزداري كم من الناس قتلهم محمد لانهم هجو مثلا ناس كتير مظبوط هجو او اعترضوا عليه او مصدقوهوش او خرجوا عن الدين فلان فلاني اقتلوه وهو مسج في اسطر الكعبة مش كده فقتلوه الجريتين اللي كانوا بيغنوا وبيهجوا محمد ويعملوا شعر وبيتريعوا عليه مش ده انت بقى يعني نبي قد الدنيا تبعد تقتلهم ليه خايف على نفسك السكوت وكتم الانفاس الدكتاتورية دي تخوف الناس فما يكملوش انهم يتكلموا عن الدين او يكشفوه او يقولوا لا احنا مش مصدقينه او معترضين عليه انا عايز اقرار لكم حديث صحيح عن النبي وهو بيأمر بقتل انسان ساجد بيقول كده الواحد بيصلي طيب خليني اخد تيفون الاول قبل ما ارى لكم الحديثة تفضل اهلا بيك اخ ابو جابر مرحب تفضل سلام مساعدة اختي اماني سلام ونعمة اخونا اهلا بيك تفضل اختي اماني انت من حقك تشتمي كل الاضيان مع عرض الدين الاسلامي بس اه من حقك تشتمي كل الاضيان تنتقضي كل الاضيان مع عرض الدين الاسلامي فقط طيب ليه بقى من وجهة نظرك الدين الاسلامي هذا هذا غير شي انتي قلت لو شفنا مئة حالة اي فيها واحدة مسيحية ما في ولا واحدة مسيحية يا لكن في حالة عملوها كده يعني بس رفع عتب زي ما قلت بس يعني بس انا عايزة اسألك اي اي اللي بيخلي المسلمين ينفروا قوي كده ويبقوا زعلانين قوي كده لما حد يقول مثلا محمد مش نبي اختي اماني هو الانسان اللي عم بيخاف على حاله بيكون خايف ما تقدر لا يمكن تنتقضيه يا انت انا محمد انت منين اخه ابو جابر انا من سوريا من سوريا كنت تقدر تنتقد انت من اصل مسيحي ولا من اصل اسلامي انا مسيحي لا مسيحي الحمد لله هل كان بامكانك انك تنتقد الشيعة السنة اي مثلا حاجة دينية بتحصل قدامك اختي اماني نحن على ايامي بسوريا على اياما انا كنت بسوريا انا بحكيلك قبل خمسين سنة احنا ما كان احنا المسلمين ما كانوا يعتقدوا انه هن المسلمين هي سوريا فعلا كانت مختلفة في الوقت صدقيني يا اختي المسلمين انا انا ممكن اقول لك من ميت شخص سمعت انه عم بيقول لك نحن دين ما دين باطن شو بدنا نعمل ربنا ينور العقول والقلوب والفكر تفضل اختي اماني في شغلة انت تذكري صور الدانيمارك يوم القامة القيامة وما ايش ايو الدينيمارك وفرنسا وكل صور المحمد اختي اماني انا قدامي جابوا صور السيد المسيح ولبسوه لباس نسوان وعملوا فانا جئ رحت اطلعت اضحك ففي مسلمين اصدقاء اللي كنا نروح مع بعض على المدرسة فقال لي ليش قلت له شو دي علاقة قلت له مين هذا هذا عيسى قلت له شو علاقتي بعيسى شو علاقتي والصورة هو عبر عن مجنون قال لي انا لو يعمل هكذا رسول قلت له انا يشكل انا يشكل يعني 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 شوف الفكرة انه الدين الاسلامي يضع في عقول الناس لانه ده موجود داخل الدين وانا انا هقرلك دلوقتي اخوي ابو جابر اسمع معانا بقى الحديث اللي هقوله ده يمكن معظم الناس ما يعرفوش خالص انا بشكرك على اتصالك اختي اماني العالم كله المسلم عم عامل العالم كله ضده عم بيفكر انه كل العالم ضده هذا هو الدين الاسلامي هو فاكر ان العالم كله بتاعه مش ضده بس هذا مخ المسلم هذا هو ربنا ينير العقول والقلوب في اسم يا سورة اه صح امين امين شكرا ربنا يبارك الله يقويك شكرا شكرا خلينا نقرأ الحديث ده بيقولك كده تأمل فيما اخرج احمد وابي عاصم عن مسلم ابن ابي بكر عن ابيه ان النبي الله صلى الله عليه سلم مر برجل ساجد وهو صلى الله عليه وسلم ينطلق الى الصلاة فقض يعني رح صلى وبعدين رجع ساجد لم يرفع فقام النبي وقال من يقتل هذا فقام رجل فحصر عن يده فاخترت سيفه وهزه ثم قال يا نبي الله بقى ابي انت وامي كيف اقتل رجلا ساجدا يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يا عم جي تله الرجل ساجد بيصلي وبيقولك ده ده مسلم اقتله ازاي فرح محمد قال له ايه من يقتل هذا مرة تانية فقام رجل فحصر عن يديه فاخترت سيفه وهز ثم قال يا نبي الله بابي انت وامي كيف اقتل رجلا ساجدا يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة تانية من يقتل هذا وبعدين فقال النبي والذي نفسه محمد بيدي لو قتلتموه لكان اول فتنة واخرها يعني الراجل ده لو كنت قتلته وسمعت كلامي كانت الفتنة كلها انتهت طبعا سيبك بقى من اللي بيتقال يعني جوه الحديث وهل الراجل ده كان عنده علم بشأن الراجل ده ولو كان عنده علم ان الراجل ده هيكون اول واخر الفتنة ما كان قتله هو ولا كان امر حد لقيت له برضو لكن هو شاف ان الراجل بيصلي بعيد عنه لانه هو بيقولك هو شاف ومرر عليه بيصلي راح صلى ورجع فلقى ساجد لسه في حاجة ما عجبتوش في الراجل ده الله واعلم لكن الفكرة انه رسول الاسلام ينظر الى رجل ويقول ده هيكون فتنة اقتلوه لسه هيكون لسه هيكون فتنة اقتلوه مش اهديه مش هدعيله مش هصليله اقرى لكم بقى ما راجع الحديث عشان تعرفوا ان ده حديث صحيح الحديث اسناده صحيح على شرط مسلم واخرجه الامام احمد والامام السفاريني الحنبالي في كشف اللثام وصححه الهثامي في مجمع الزوائد وصححه الالباني نعمل ليه بقى بهذا الفكر النقد للتراث الاسلامي وحرية الرأي دي اتنين يعني لا يمكن يتقبلوا ما تقدرش تنقض التراث الاسلامي غير ما تدخل السجن او يتقال عليك معارض او مسيرك هتدخل السجن او احنا مرقدين لك مستنين لك على حاجة نعرف نرفع عليها قضية كويسة تدخلك السجن رفض فكرة في الدين او رفض رمز ديني او الكلام على رمز ديني لا تمس رموز الدين مبروك عطيه وغيره وغيره عقلية الانسان بتاع هو انا غلط في البخاري تقديس هذه الرموز التي لا تستطيع انت لا فهمها يعني انت لا فهمها ولا قادر تنقضها بس تدخل السجن لو نقطتها وقلت ان البخاري ده مش موجود وان الكتاب ده مش بتاع البخاري اصلا مثلا وان الاحاديث اللي فيه دي لا يمكن استحالة يكون البخاري كتب كل هذه الاحاديث او صحاحة او اراها او استحال ده مثل من امثلة نقد التراث الناس اللي بيحصل لهم كده بيلحقوا ازاي بقى يلتقي تجديد الخطاب الديني مع قانون اصدراء الاديان ده سؤال لحكماء العالم لحكماء البلد هل الاسلام السياسي يسيطر على كل البلد دي اللي فيها اصدراء الاديان مش ممكن ان السلطة والدين يتفقوا الا كان الا اذا كان الهدف واحد وهو قمع الانسان قمع المفكر بشكر ربنا انه الباب مفتوح النهار ده انه يكون فيه خط جديد فكر جديد فارجو انه من ينادون بتجديد الخطاب الديني ايضا يقف مع محو قانون اصدراء الاديان لانه لا يحمي البلد بل يهددها الاستام دين وسياسة ارسلكوا على حل الدين اللي ماسك الدين اللي بيحط لكم القوانين ولا انتوا هتقرروا ان هذه الدول تعيش بقوانين تحترم الانسان يا دين يا سياسة ما نفعش يكون لاثنين انا بصلي ان النهار ده الله يفتح باب لانه نبتدي نسمع الاخر ايه اللي بيخوف من انك تسمع رأي وهذا الرأي انت ممكن تقول لا انا مش موافق علي خلص واحد بيقول لك عيش محمد تجوزها وهي عندها ست سنين وكذا وكذا والتاني يقول له لا انا مش موافق علي الحكاية دي ده اصلا هطلع لك اثباتات ان هي كان عندها 18 سنة انت حر بس انا بقول لك ان اللي حصل في عيش ده اسمه بيرفليا اسمه جريمة في حق طفلة وان هذا الفاعل شخص لا يمكن ده استنتاجي العقلي اللي على فكرة يتطفق معاه كتير جدا من الناس انا ايه اللي يجبرني انه انه انا ما اقولش الكلام ده علشان خاطر ما اخالفش افكار اللي قدامي ويعني اجرح مشاعره فانت تلجأ عشان انت عايز عشان مشاعرك ما تتجرحش فانت تلجأ انك تلوي الحقيقة عشان ما يطلعش محمد شخص مريض ليه مش عايزين تسمعوا الاخر الفكرة لا تؤذي لكن من يخاف من فكرة يقر انه غير قادر على تمييز الصالح من الطالح بيخاف من التغيير قوانين اصدراء الاديان هدفها انزال الرعب في قلوب الناس وقان الاوان انها تتغير انا عايزاكوا تنتبهوا للفكرة الجاية دي لو مطلعتش بقى اي حاجة من الحلقة دي عايزاك تنتبه للفكرة اللي جاية دي في واحد اسمه كارل روجرز هو طبيب ومعالج نفسي عالم كان في القرن الماضي كان مؤمن جدا ان الهدف للمعالج انه او الاداء الاساسية انه يسمع كويس جدا وبيقول وبيقول كده انت بتهيلك انك بتسمع لكن احنا لا نسمع احيانا ما لا نريد ان نسمع احيانا انت بقعد بتسمع حد بيتكلم وانت بتفكر هترد ازاي او او بتحلل كلامه لكن احيانا الانسان بيكون محتاجك انك تسمعه بهدوء تسمع فقط تفهم موقفه احيانا من الصعب ان احنا نسمع لاننا الكلام اللي بنسمعه بيقلمنا بيوجعنا بيأذينا بشكل من الاشكال فبنسمعش بنفكر في القلم بيقول كده كارل انت بتظن انك بتسمع لكن الحقيقة لا جرب اعمل تجربة كده بيقول لنا اعمله تجربة اسمع للشخص اللي بيخلفك في الرأي ولعله ايضا بينتقد فكرك او عملك اذا كان عملك ده صح او خطأ او حاجة يعيب فيك و بيقول لك ركز معاه واسمع اللي هو بيقوله على علاته احيانا ان احن لا نسمع ولا نفهم لاننا مش عايزين نكون مخطئين فما بسمعش لو سمعت بهدوء وحاولت تفهم من وجهة نظره هو بيقول ودي ده خطأ وخطأ كبير مش من الزكاء ان الانسان يعتقد انه هيحل الموضوع يعني بسرعة كده لانه مش كل مش كل شخص بتتكلم معاه هو استنبى من الشخص الاخر اللي قابله يعني فهو بيقول كده الطريقة دي هتغير حياتك اسمع لحد بلا تعبير عن عدم الرضا واحد بينتقدك او بيقول لك فكرة انت عارف انها مش عاجبك اسمع بلا تعبير عن عدم الرضا وحاول الفهم وبعدين ارجع كرر له نفس اللي قاله ده بطريقته بطريقة عملية جدا تفهمه انك فهمت كل اللي قاله وتكرره كأنك انت بتتكلم من موقعه فلما انت هتعيد الكلام ده بطريقته الشخص اللي قدامك هيحس انك سمعته فهيرتاح ويسمعك هيعرف انك فهمت اللي هو بيقوله فهيحدث نوع من التلاقي تفسيري انا للموضوع انه لما بنسمع بعض بهدوء ونؤكد لبعض اننا سمعنا طب خلينا ندور سوا نبحث سوا هنا بتسقط الحزازيات ويبتدي الحوار بين المتكلم والسامع ونخرج من الشخصنا للفكرة الامر بيحتاج الى تدريب نفس علشان نرتقي بالفكرة اولا قبل ما انهي الحلقة احبت ديكم بعض الامثلة عن العملية عن قضايا الازدراء الاديان وملبساتها واثرها خلينا نشوف الصورة دي عن سميح جرجس فمبادرة الحقوق الانسان مبادرة المصرية الحقوق الانسان كانت بتدعو لاخلاء سبيل سميح جرجس سميح جرجس ده حصل في قريته خناءة ضد المسيحيين والاهل القرية اعتدوا على المسيحيين وحاولوا يطردوهم المهم ما حصلت خناءة البوليس ابض على المسيحيين ومسلمين وحرقوا بيوت المسيحيين وحاجتهم وكل حاجة وانا عملت عليها قدمتها في حلقة من الحلقات على فكرة قبل كده وفي فيديوهات بتوري بيوت المسيحيين بتتحرق طلعوا كل المسلمين ومعظم المسيحيين وفضل سميح وهو اللي اتحكم عليه وهجروا من البلد والمسلمين اكبروا المسيحيين انه هما يعتذروا ليهم كمان شوف الصورة بالسجن ليه عملوا شعائر دينية البلد مش موافق عليها مش انت بتقول ان قانون الازدراع الاديان بيضمن للناس حق ممارسة شعائرهم الدينية طب انتو مالكو شوف الصورة اللي بعدها ماركو جيرجس ماركو جيرجس قصته الحقيقة توجع القلب سمعت من ابوه بيقول كده انه اللي حصل انه واحد معاه في الجيش فتح تليفونه وشاف في حاجات بيقول انها ضد الدين مثلا صور بنات بتاع بيشرب خمرة مش عارف ايه حبسوه وقال ده اصدراء للدين الاسلام طب ده مسيحي بيشرب خمرة انت مالك وهيتحكم عليه بخمس سنين ولد عنده واحد وعشرين سنة بنفكر ازاي نتغير ازاي بصوه بصوا هاجي هنا للنقطة الاخيرة اللي حب ان انا اختم بيها التطول على الله التطول على الله مثلا ايقولك انه لا تهين الذات الالهية والكلام ده كله على فكرة بيتهونوا فيه اكتر كتير من اهانة محمد بس انا عايز اسألك سؤال التطول على الله يؤذي الله ولا يؤذيك انت هو يؤذي نفس الانسان والناس هي اللي حاطين القانون ده ويقولك التطول على الدين وازدراء الدين طب الناس اللي ماشي تسب الدين وتلعن تلعن الله في الشوارع ليه النهار هتعملوا فيهم ايه هتحبسوهم ولا تقتلوهم زي ما الدواعش بيعملوا ايه الفرق بين اللي بتعملوه وبين الدواعش ايش معنى دول لا هل بتحاملوا بتحولوا حماية الله ام المجتمع الناتج هيكون مجتمع خايف من العقاب وبيستخدم ده ضد غيره وهو نفسه منافق وفاسق لما الرب بيتكلم عن ذكر اسمه بالباطل كان بيقصد ايه الله بيقولك ما تذكرش اسمي بالباطل وما تحطنيش في كل حاجة وانت غير صادق ادعوني اكون معاك كلمني لكن ما يكونش اللسان اللي بيذكر الله وبيتكلم عن الله هو نفس اللسان اللي بيتكلم بالفحش وبالباطل وبشاهدت الزور التعدي على الله عداوة لي لكن هو امر شخصي يعني بيني وبين الله يعني ملوش دعوة بالأسيس او الشيخ او المرشد الروحي مش هو اللي يحزبك لكن الله اللي يحزبك بينك وبينه انت غلط في ربنا فربنا عايزك تصلح قلبك انت مش الناس اللي تصلح لك قلبك العقاب ما بيصلحش قلبك دي خطيتك انت هل انت اللي بتحمي ربنا ام بتحموا انفسكم زي ما عمل محمد انا بصلي ان الله يفتح عيون الكثيرين اليوم ان اله المحبة يغفر كل شيء لكن لازم تعرفه انت وتقبله هو فيخلص نفسك الى اللقاء في حلقة جديدة